أهلا بكم متابعي القناة في فيديو جديد في البداية فضلا وليس أمرا كان أول مرة تسمعونا ما تنساوش دعمكم بالاشتراك في القناة وتفعيل الجرس باشتسيكم الأخبار الجديدة والحصرية لحظة بلحظة مش نحكي اليوم على تطورات جديدة اتخص قضية الكوكاين المتورت فيها الفنان نورشيبة والفنان ابو ثينا بن محمد ومؤخرا كشفة تطورات عن تورط الكوميدي والكرونيكار وسيم الحريسي المعروف بن ميغالو والفنان الشعبي فهم رياحي وادة أطراف أخرى وفيما يخص جديد القضية نشر الأعلامي سامير الوافي تدوينه في حسابه الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي كشف من خلالها عن تورط أعلاميين في القضية هذه وقال اللي هو وجه معروف ومقدم برامش لخبر هذا عمل بوليميك كبير على السوشيال ميديا شفنا برشا ردود أفعال هجمة بشراسة كبيرة الأعلامي سامير الوافي وطلبوا منه أنه يتريث قبل ما يعطي معلومات خاطئة عن القضية اللي شهد الجدل الكبير وهزت الرأي العام في تونس ونعرف أي اسم يتجبت في القضية هذه مش تتصق فيها التهمة في حال أنه نجم يكون مع عنده حتى علاقة لا من قريب ولا من بعيد بقضية ترويج واستهلاك الكوكاين إن بينهم الأعلامي والكرونيكوز بيزرتي اللي نشرت تدوينه في حسابها الشخصي على مواقع التواصل الاجتماعي إن فات فيها أي علاقة لأي أعلامي بقضية ترويج الكوكاين وبنبرح حادة قالت بياء في كل قضية ما تسمع كان تورد أعلامي والأعلامي هذا عمل لو لأخر تورده في حتى قضية ما ذكروا اسم أعلامي واحد ولا تم إيقاف أعلامي يزوم الإشاعات من الكذب وخلي القضاء هو لأكد المعلومات هذه أو ينفيها وانتم منهار الكل بلا 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 اشتركوا في القناة